بسم الله الرحمن الرحيم هنكمل مع بعض النهاردة دروستي بلاس 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 المرة اللي فات كنا اتكلمنا عن الف 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 وتتكلمنا عن ازاي ان احنا نحط اكتر من شرط على نفس الموضوع النهاردة هنكمل في نفس القصة بتاعة الشرجوت بس عايزين نعمل برنامج صغير كده يعرض لنا الشهور طب انا محتاج ايه؟ محتاج ان اليوزر يدخل لي رقم الشهر علشان اطلع له اسم يبقى انا محتاج ان يبقى عندي int month number تمام واليوزر يعمل له cn طبعا اللي احنا بنعمله دوت مش منطقي ان انا مبحطش لليوزر علامات ارشادية كده في البرنامج تقول له انت المفروض تدخل ايه هنا وكده انا مفروض قبل cn month number ده تقول له cout please enter your month number تمام؟ وعايز دلوقتي اقول له بقى لو month number دوت يا سيدي يساوي 1 cout جنيا وريد health if month number بيساوي 2 health if month number بيساوي 3 4 5 6 نفس الشرطة هيكتب بحزافيره 12 مرة طب هل ده حاجة منطقية؟ يعني اكيد هم عملوا حاجة تبسط الموضوع بتاع الشروط كده لما يبقى فيها مساواة ويبقى تكرر لنفس شكل الامر كده بشكل غريب يعني انا هكرره كذا مرة هم فعلا عملوا حاجة تساعد الموضوع ده عملونا حاجة اسمها switch case ايه switch case ديه؟ switch case دي حاجة بتفرق لي بين الشروط وبعض بس باستخدمها في المساواة ما ينفعش هستخدمها في اكبر منه اقل منه الكلام ده تمام؟ فباجي اقول له switch وبنقصين حاجة وبفتح اتنين براكت كده جواها كل اجزاء switch switch على ايه؟ ايه الحاجة اللي انا هايز اقارن بيها؟ ايه الحاجة بقى اللي احنا بنقارن بيها اللي هي month number تمام؟ ببدأ ااجي جوا ال switch ده switch case ببدأ احط الحاجة بتاعتها على شكل case ان المنصده بواحد اعمل لي see out لجنياوري مثلا دي اول case عني case اتنين فحلت ان الشهر باثنين see out هادي فبراوري اه طبعا كتبت اندلاين غلط فعمل لي عليها error ايه كيس اه تلاتة see out مارش مثلا مارش مثلا كيس اربع see out فبراوري فبراوري كيس خمسة see out see out مي كيس ستة see out جون طبعا المفهودة كمل لاثناشر شهر بس انا هكتفي بالستة دول وهاجي بعد كده في عندي حاجة اسمها الديفولت كيس ايه الديفولت كيس دي الديفولت كيس ديت معناها في حالة ان مفيش ولا شرط من الشروط اللي فوق تنفزت يعني هو لو بيسوي لا واحد ولا اتنين ولا تلاتة ولا اربعة ولا خمسة ولا ستة لو اليوزر دخل اي حاجة تانية غير الارقام دي تمام هقول له see out invalid invalid month number تمام هنشغل البرنامج دلوقتي وندخل مثلا رقم تسعة هنلاقيه طلع علينا invalid هندخل رقم اثنين عمل لنا مشكلة طلع علي فبراير ومارس واسمي ده فبراير ثاني ومي انا تقريبا كتبه فبراير مارتين ومي وجون وانفالد طلع علي كل حاجة اه انا فعلا كتبين هنا فبراير مارتين تمام طلع علي كلهم طب ليه انا عايزه يختار واحدة بس اه في الحالة دي انا بحتاج ان انا اوقف الكوندشن بتاعك طب اوقفه ازاي باجي هنا في نهاية الكيس بقول له break طب انا استفدت ايه من كلمة break ديت لو لاحظنا لما جينا شغلنا اه ودوسنا اثنين طلعها يكون الحاجات اللي بعد اثنين switch case فيه مشكلة تغيره ان انا لما اختار مثلا رقم اثنين ما بيبصش بعد كده لبقيت الكيس بينفذ الاوامر اللي جواه فانا لازم بعد ما ينفذ الامر بتاعي اخرجه برا الجزء ده برا البلوك ده اخليجي هنا اخليجي هنا بعد القسطة تقفلت switch فهو خرجه ازاي بخرجه عن طريق كلمة break فانا بقول له break في نهاية كل كيس علشان خاطر اخرجه لبعده نجرب نشغل دلوقتي كده هدخل اثنين تاني طلعتلي فبراير بس تمام switch case انظم شوية بالنسبة للحاجات اللي فيها مساوية ممكن استخدم switch case على حاجة يبقى نوعها character فاستخدمها على character ازاي ممكن اخلي هنا بس بدل ما هي month number اخليها core month number وهاجي على الواحد دي هحط single code كده الرقم ده بقى حرف هيتعمل معلق انه حرف طب انا استفدت ايه انه حرف هنقدر نتعامل معايا ما يدخلش في عمليات حسابية بيتحول جوه السيستم لحاجة اسمها الاسكي value ما بيتحولش للارقام العادية لما يدخله في عمليات حسابية تمام ده هنبص عليه اكتر في حاجة كده اسمها ال string و character section كامل هنتكلم فيه عن الحروف والجمل وازاي نستخدمه بس في حالة ان احنا عايزين نعمل switch case دلوقتي على حاجة حرفية بحطها بين single code تمام والتعامل معها زيها زي اي حاجة انا هو ادخل واحد طلع لي جون عادي جدا الفكرة كلها ان انا ماينفعش دلوقتي اجا اقول له month number زائد واحد لو قلت له دلوقتي هنا مش هيطلع لي اتنين تمام اتمنى اكون افتقوا في الدرس ده والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته اشتركوا في القناة